اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بقشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكره اللهم بلغنا ما نود واجعل لنا دعوة لا ترد وهب لنا رزقا لا يعد وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد يسعد لي مساكن يسعد لي أوقاتكن الله يسعدكم صبايا من وين كنتوا عم بتتابعوني كيفكن شو الأخبار طمنوني عنكن إن شاء الله يا رب وإنتوا بتشوفوا فيديو اليوم بتكونوا بخير وصحة وعافية اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد خلونا نذكر الله ونصلي عن نبي ونبلش بفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفيديو اليوم رح يكون عبارة عن روتين شتوي دافي يلا زبردانين تعالوا شوفوا الفيديو بدايتان رح نشرب قهوتنا مع بعض وبعدين رح ترجيكم كيف حولت غرفة السفرة لغرفة شتوية صغيرة ودافية وكمان رح حضر معاكم الغداء اليوم بإذن الله رح أعمل بروست وكمان جهزت سهرة السبت يلا حطوا لي لايف خلونا نشوف الفيديو مع بعض شربتوا أهوتكم ولا ما شربتوه يلا إذا ما شربتوا أهوتكم ومجهزوا فنجان أهوة وتعالوا شوفوا لي هالفيديو وعطوني رأيكم فيه وعلى بينما جهز فنجان الأهوة بداية بدي رحب بكل الصبايا اللي ينضموا للقناة يا أهلا وسهلا فيكم شرفتوني ونورتوا قناتي وأسعدتوا قلبي ربي يسعدكم ويجبر خاطركم وينولكم امراض ألكم يا رب على هالتعليقات الحلوة والدعوات الطيبة الله يا رب يجزيكم الخير ولكل الصبايا اللي عبي يدعو للبابا ربي هيك يجزيكم الخير وإن شاء الله يا رب ما بتشوفوا المرض وما بتشوفوا مكره بعزيز وغالب يا رب هيك يشفي البابا ويشفي جميع مرضى المسلمين بتمنى منكم يا صبايا تدعو له بالشفاء العاجل هلأ هون يوم السبت وما أدراكم ما يوم السبت وشغل اليوم السبت الله وكي لكم فايقم الساعة 9 وعب اشتغلوا بضب وبرتاب بس الحمد لله رب العالمين بالأخير طلعت بنتيجة مرضية شوفوا لي هالغرفة الشتوية الصغيرة الدافية لمرتب الململمة يلي عملتها شو رأيكم فيها هلأ أنا قابل كنت صور لكم المطبخ والمطبخ عندي انه مفتوح على غرفة السفرة يعني هي غرفة صايرة صغيرة وصير فيه الى مدخل على البلكون فقلت هلأ ظرفة السفرة يعني بتفدئ وذا بقلكن سبعين بالمية من ايامنا ما بيرضوا الولاد يأكلوا فيها بقلولي انه ما فيها تلفزيون وبحبوا يأكلوا مقابل التلفزيون وهلأ صار برد وقلت لكم انه عم نشغل التفيف على الحار فصرنا كيل اكلنا بالصالون فقلت يا بنت انه انا عندي هاي التدفئة اللي هي على الخشب يعني احسب ماني انه تركي الصالون ماني مستفيدة منه بشين خليني جيبها الكنابيات وحطن هون وهيك منصير منقعد منقضي لنهار هون منتعشة منخلص بعدين منروح على الصالون والله هذول التنبيات كانوا عندي برا اذا بتتذكروا كنت حيططهم على البلكون لقدام المطبخ فوتوا لجوا من المبلحة ومسحتهم هيك صاروا مثل الفلة ورتبت المكان وجبت السجادة هيك وحطيتها وحطيت الطاولة وطلعت لي هالغرفة اللي هيك اللي صغيرة مثل ما لكم شايفين بس هيك كتير حبناها انه صغيرة مثل ما أكتلكون ململمة مرتبة ودافية وبنفس الوقت دفت لي المطبخ كلا ياتوا قلت هيك منقضي لنهار انا والولاد بطبخ بخلص كل شي بطب هوني ومنروح يبقى بنسهار بالصالون شو رأيكم بها الغرفة هي هلأ مثل ما لكم شايفين وسعت كنبايين وكرسيين وهي الطاولة هلأ رح نصير ناكل على هاي الطاولة بس المشكلة وين المشكلة قلت لكم الولاد كانت حجتهم مو انه برد او شي حجتهم انه ما في تلفزيون فقلت لها جوزي جيب لنايك شاشة صغيرة منحطها يعني فوق التدفئة هي اذا قعدنا بالنهار انا والولاد منتفرج على التلفزيون وهي وقت العشاء منتفرج على التلفزيون شو رأيكم بهالنتيجة اللي طلعت فيها هلأ هي صحي غرفة كتير صغيرة وانه الكنباي اللي فيها كتير انه عادي وبسيط وحتى انه قديم حتى والله انه كنت حيطت وبرع البلكون بس قلت لكم انه قلت احسن ما انه هيك مضايقين هذا المكان على الفاضي وخاصة ان التدفئة محطوطة هون ما بعرف اشو الغرض من انه يحطوا التدفئة بالمطبخ يعني فانه استفدنا منه قدر المستطاع حتى هيك المطبخ كان مثل الفلة وانه حطيت هاي الموكات اشان لما انه منتحركوا هيك شفتوا هلأ صار برد وصارت عن جد الارض كتير بردة فمديته وطلع هيك كتير مرتب وكتير ملمنى بتصدقوا اذا بقلكون من الساعة 9 الصبح فايقة والله حتى اليوم اجازة بنتي عبتساعدني بين مقمنا وضبضبنا ومسحنا الغبرة وكنسنا ومسحنا وهون الصالون لسه ما كنت ميت دي سجادة مثل لكون فوتل كنا بنبارحة ومسحت قلت خليين شاف وبعدين هيك بمسح الارض مسحة كويسة وبمده هو المطبخ ووالله حت واجبة غسيل بالغسالة غسلتها ونشرتها وكان عندي واجبة لميتها والله لسه ما طويتها وحطيت واجبة تانية هلأ هون انه خلصت الغسالة كمان بدي نشر فقلت لحالي متل ما بيقولوا استراحة محارب استراحة بين الشوطينة هيك هلأ خلصت كل شي بقعد بشرب لي فنجان قهوة ومنتدفها شوي وبعدين بقوم بقعد طبخة هلأ بشكل عام بتحسوا يوم السبت فيه شغل اكتر من باقي الاسبوع يوم السبت بحس ويوم اثنين يعني يوم السبت بحب اشتغل كل شي متل ما اكلكون انه اغزل اطوي الغسيل ما خلي شي انه يوم الاحد ما بشتغل يعني هلأ هم بشتغل بس يعني انه بشتغل الضروري واللازم بترجعوا يوم اثنين بتجددوا نفس الشي بتلاقوا انه يوم الاحد ما اشتغلتو فبيتراكم عليكم الشغل الحمد لله رب العالمين هلأ حيخ خلصت كل شي وما بقي علي شي هلأ على اساس انا انه ساوي الديكور الشتوي للصالون قلت لكم عبستنى جوزي يركبلي البرداي الحمد لله رب العالمين لهلأ ما ركب لي اياها بلك ان شاء الله بكرا هيك يوم الاحد بيركبلي اياها وببقى هيك برتبه هلأ هو قلت لكم اعزلته وغسلت الكنب وما تمشي يعني كل شي نضيف ومرتب بس هيك يبقى متل ما بيقولوا اللمسات الاخيرة لسه ما ساوتها هلأ هيك مبرحة هيك اجت هاي الفكرة على راسي وفورا والله امت هيك شلت الطاولة حطيتها بره ودخلت الكنبايات وصويت هاي الغرفة وقلت خلاص نصير بنقعد فيها بقى باقي الصالون ايمت هيك بخلصوا ما بعرف ان شاء الله هيك بلكي على الاسبوع الجاي شو رأيكون هيك بها التدفئة وصوت النار ويا السلام على فنجان الاهواء على الدفا والرواء يلا يا صبايا اذا وصلتوا معي بالفيديو لهم بتمنى تعطوني رأيكون بالغرفة يلي ساوتها بس متل ما اللي يكون هي غرفة كتير بسيطة وكتير متواضعة سبحان الله دائما هيك بخطط لشي وبعدين بيصير معاي شي تاني على اساس مخططة يوم السبت بدي ساوي يبرق هلا هي شغلة الغرفة طلعت معاي مبارحم شان هيك قلت خلص يعني بخلص كل شغلاتي مبارحم بتم علي انه حس اليوم وبخلص بعدين بلف اليبرق بطبخ لي شغلة سريع يعني يا بعمل انفرقت بطاطا يا بعمل انه شغلة ما بدي كتير وقت بالمطبخ انه شان استغل النهار بيلف اليبرق سبحان الله جيت من مبارحم المسأل تبطالع اللحمين وبطالع اليبرق شان انه جاخزهم من المسأل يفك التلج عنهم على بين ما خلص حسي بيكون صاروا جاهزين جيت فتحت الفريزة بدي طالع لحمين ولا ما بقي عندي لحمة قلت سبحان الله اصلا انا مبارحمة تعبانة بالشغل وغير هيك اليوم عندي حسة تقيلة ولست بدي لف اليبرق ليوم الاحد دي الله اجت على ايديها واجريها بلا يبرق بلا وجع قلب هاي نعمل برسط من ايش بشكي والله ما في قطيب منه فطالعت الدجاج لمقطع وتركته وهي هون تاني نهار غسلته بالملح والخل وبعدين حطيته بالخلطة يعني مصطبح تقريبا هون لما خلصت كل شغلاتي جيت لحتى كمله معاكم هلأ بالعادة انا هيك اكلة تقيلة بحب اتركها ليوم الاحد اليوم غيرنا النظام كلاته وعملناها يوم السبت هلأ بقى بكرة ملحتار اش بدنا نعمل لون ليوم الاحد بلكن ان شاء الله هيك ما بطبخ بكرة بعمل استراحة حتى متطبخة مو بس مش شغل وانتو يا صبايا شو طبختو شو عملتو وتعالوا احكونا كيف الاجواء عندكم صار البرد هيك مثل عننا نظامي ولا ما صار عندكم هلأ ما شاء الله اليوم البرد غير شكل عن جد هوا والهوا عبي يجي كتير بارد بس انه ما في مطر يعني بس الحلو بهذا الجو انكم تنشروا وجبة الغسيل بتلاقوا هيك ما الصبح للمساء بتنشروا وجبتين وبينشفوا انهار يلي بنظف المطبخ وبنسحة سيراميك وما بخلي شي واشطف الارض وبمدن بتلاقوني قمة طبخة طبخة لحتى هيك ارجعي بالشغل من اول وجديد سبحان الله صار كم مرة تصطفك معاي هيك لديكم اني حاية المطبخ خاصة تقيلة بس هلا لما رجعنا وعملنا البرد بتعرفوا بدو رجعا تريف الغاز وورا الغاز من اول وجديد بس اش مردن نعمل والله ما في طبخة ما في وراها الشغل هلا متل ما شفتو هون بلشت اقلي البروست هلا رحقلكم عالسريع انه شلون عملته بداية ان قلتلكم اني طالعت الدجاج هلا هذا الدجاج بيجي مقطع وبتجي القطع تبعيته كتير صغيرة عشان هيك بيستوي وبيطلع ما احلان اول شي نقعت الدجاج المقطع بملح وخل ومي تركته تقريبا ساعتين وبعدين غسلته وجهزت خلطة التنقيع ونقعته تقريبا اربع ساعات او خمس ساعات وبعدين متل ما شفتو شلته من خلطة التنقيع حطيتو على السل حتى تنزل كل شي منو وبعدين بدي انو حطوه بالطحين هلا خلطة التنقيع انا حطيت له عصير ليمونين معلقتين زبادي ثوم مهروز وبهارات وبيضة البهارات اللي حطيت له حطيت له لفلفل اسود حطيت له بابريكا كزبرة حطيت له شوية بهارات كاري وملح طبعا وحطيت له كمان تقريبا ثلاثة اربع الكاس بطحين ونصف كاسة مي حركتو كتير منيح بصير عنكن تقريبا القوام ثائل بتنقعو الدجاج فيو وبعدين متل ما اكلكم طالعتو خليتو ينزل عنو كل هذا السوائل وجهزت خلطة التقطيع متل ما شفتو انا جهزت معاكن حطيت تقريبا كاسة ونصف طحين حطيت له معلقتين نشام اه صحيح بخلطة التنقية كمان حطيت معلقتين نشام حطيت معلقة كبيرة باكم بودار حطيت شوية بابريكا وملح وشوية كزبرة ورشة فلفل اسود هلا فيه ناس بيحبوا يحطوا مكعب ماجي بيقولوا بتطلع النكهة كتير طيبة انا ما حطيت ومشاء الله شلون بيطلع معاكن لبرست بيشهي القلب يعني متل ما يكون شايفين لا حطيت بقصومات ولا شيء ورغم هيك طالع الدجاج مستوي ومتقرمش وطالع هاي الحرشفة يلي بتكون برا عن جد بيشهي القلب طبعا اللي بروست قطية بالشي جامبول البطاطا المقليين والتومية والكاتشاب حطيت معا شوية مخللات يعني ما بده سلطة ولا بده خيار بلبان هلا احيانا نشرب معاو مثلا شي بارد وحيانا بعمل جامبول سلطة الكولسلو بس هلمرة ما عندي ملفوف فما عملتا هلا هون بعد ما خلصنا الحرب يلي صارت بالمطبخ للكم لما الواحد يشتغل بالزيت بيتوسخ المطبخ بس الحمد لله رب العالمين سيطرنا على الوضع وليفنا الغاز وكل شي رجعنا متل ما كان وجهزت زهرته هيك على السريح لحتى صور للكم الفيديو هلا حبيت اليوم هيك صور فيديو روتين يوم استبتوا نزلكم يا لاني صراحة مبرحة ما نزل الفيديو وقلت يوم الاحد انه انا ما بنزل بالعادة فراح يروح ليوم اثنين فخليني هيك صور لكم فيديو على السريح ونزلكم يا وهيك بلشت جهز لسهرة يوم السبت جهزت شوية فواكه وهي الهريسة اللي حكيت للكم عنها للكم انه ما كانت كتير ناجحة بس والله كطعمة عن جد كانت كتير طيبة بتصدقوا انه لما سويت الهريسة اول نهار انه قطعت اللي لجارتي تقليكن انه جارتي القبرصية انه منسكب لبعض نيتي بعتلي مثلا شغلات نيش في مغلفة انا ببعتلي حلويات فجهزت صحن هريسة اول ما صارت اول نهار وبعتلي اولا بتساله لأبني انه امك اش حطة بقلبي لهادا الحلوى يعني هي ما بترف اسمه حتى طالعة معاها هيك طيبين اشلون امك بتاني الاخلويات حتى بيطلعوا معاها هيك طيبين فوالله اش قد مبساطة بهذه الكلامة لا شو جاوبا ابني قلبي لا روح شوفي قناتي على اليوتيوب بتشوفي شو حطة فيي هي انه بتعرف انه عندي قناة وكتير بتتابع فيديوهاتي حتى والله يقال لي ابني لما انه سألت لما سألتني وقلت له هيك اليوم راح لعندون بترفي يوم السبت عطلاء فالولاد اهدين بالبيت راح لعندون حتى هيك يلعبوا مع بعض شوي ولا بيقال لي انه مشغلي على القناة وعبت شوفي شلون عملتي الهاريسة فسألته انه حطط لها حليب وبيض مايكت بامك اش حطط لها قاله والله ما باري فقالت له انه بس هيك من شفت امك ودي اسأله شلون عملت الهاريسة لا هذا وكله ومو ناجحة معي الهاريسة لو انه ناجحة قلت لكم هي انه كان بس انه الشكل شوي وقال لك اطعمل الحمدلله رب العالمين كانت طيبة هلا بما انه اليوم شتوي وتدفئة هيك على الخشل فلازم نعمل كسنة لحتى هيك يكمل روتيننا الشتوي والمسائي فكنا جايبين كسنة من كم يوم شويتهم وصوروا بيشهوا القلب وجهزنا فنجانين قهوة ويا السلام ياريتكن هيك جيراني واسلامة خير كل حتى هيك نسهر مع بعض وهيك بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو ان شاء الله يا رب تكونوا مبسطوا واستمتعتوا انتوا عبتشوفوا فيديو اليوم وبتمنى منكن اذا وصلتم معي بالفيديو لهون وما كنتم مشتركين بالقناة تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى اقصلكم كالفيديوهاتي واذا كنتم من اصدقائنا بالقناة فعبستلنا رأيكم بفيديو اليوم وهلا صار لازم ودعكم وقالكم ان شاء الله بشوفكم الفيديوهات وروتينات جديدة على خير وهدات فان استودعكم الله لازي لا تضيع ودائعهم